طبعا زي ما انتا شايفين اصدقائي تمام هنا يا سيد العزيز بقولك ليش جوجل ادسنز بترفض الموقع تمام وانا حابب احللك الفيديو هاد على اساس تفن برضو انت سيستم كامل طبعا جماعة تنسوش تضغط واشتراك في جوجل ادسنز تمام وتفعيل زر جرس بالشكل هاد تركزوا معي يا جماعة شوي في الحلقة هذه لانه عن جد مهمة السلام عليكم برحمة الله اهلا وسهلا فيكم متابعين قناة good twins طبعا اصدقائي اليوم موضوعنا شو اسباب رفض الموقع الالكتروني تبعك طبعا كل واحد فينا بتمنى يا جماعة انه ينجبل الموقع تبعه بأي وسيلة كانت المهم انه ينجبل في جوجل ادسنز والشغلة هادي غلط يعني لازم يكون في اسباب للرفض اساسا فانت بدك تكون واعي لهاي الاسباب فزي ما انتم لاحظين يا جماعة تمام هذا جوجل ادسنز جديد تمام لو انا اجيت ودخلت يا سيد العزيز هان ودخلت على السايت المواقع بالشكل هات تمام ولو انتم لاحظتوا اصدقائي هان تمام هاي جوكرا سفر او هانا بقول لي يا سيد العزيز كلمة 3D لهو جاهز الشو سبب لخلا موقع جاهز مقبول في جوجل ادسنز طبعا اصدقائي زي ما انتم شايفين بالنسبة للاعلانات تمام الموقع مقبول مية في المية فلو سمحتوا بدي تركيزي شوي هالوقت اصدقائي قناة good twins اللي بيعرضوا الفيديو تبع جوجل ادسنز بقول لك يا عمي اول شغلة انت لازم تعمل للموقع تبعك اسبات اسمه اسبات ملكية تمام اسبات الملكية هذا لازم تاخده من جوجل كونسول لو انا اجيت ودخلت على جوجل كونسول بالشكل هات تمام هاي الايقونة تبع جوجل كونسول عشان تحفظوه هذا هو جوجل كونسول لو انت ضغط عليه بالشكل هذا يا سيد العزيز بيفتح معك عادي بعد ما فتح معنا يا جماعة جوجل كونسول بدينا نتأكد من شغلتين اول شغلة انه ملف السايت ماب السايت ماب لازم يكون موجود عندك لو انت لحظت هي تم الاجراء بنجاح ومقرشف كل المقالات كامل يعني الزاحف في امكانية الوصول تمام والشغلة تانية يا جماعة اللي بدينا نتأكد منها بالنسبة لجوجل كونسول بدينا ندخل على الاعدادات لو انت لحظت في كلمة اسمها اسبات الملكية طبعا هو بيعملك اسبات بشكل تلقائي لكن انت بدك تشوف لي كلمة علامة اتش تي ام ال بدي تضغط عليها وتفتحها كأنه على افترض هي اهادي هيكون في عندك موجود كود هان وجنبه كلمة نسخ بتعمل نسخ تمام وبتدخل على الموقع تبعك خلينا ندخل على الموقع بالشكل هات بسم الله بعد ما دخلنا يا جماعة على الموقع بدي ادخل على اتش تي ام ال تمام وبدي اجي يا جماعة بالشكل هات بسم الله طبعا لو انتوا لاحظت اصدقائي هاد هو الكود تبع جوجل كونسول نفسه وانا اجيت وضفته وعملت حفز مية في المية عادي تمام بعد ما بتعمل حفز السيد العزيز بتعمل عملية تأكيد تأكيد الو بتيجي السيد العزيز مثلا بضفت الكود وكله تمام تضغط على كلمة تأكيد بالشكل هاد مباشرة بتم اثبات الميكية زي ما انا جاي معي هام بالزبط خلصنا هيك من النقطة هادي الخطوة التانية اصدقائي قناة جودة وينز اللي هي بعد يكت بدي تيجي تدخلي على الادز تمام بالشكل هاد اجينا ودخلنا يا جماعة زي ما انتو شايفين لو سمحت انسخ الكود تبع الاعلانات التلقائية لو انت لحظت هنا ها في عندي كلمة get code هذا الكود تبع جوجل ادسنز اضغط له على كلمة copy انت هيك اساسا نسخته هذا هو الكود تمام بدي تيجي تدخل على الاتش تي امقل وتضيفه بالصيغة هادي تمام بعد ما تضيف في السيد العزيز الكود بدي تعمل لي برضو save نظام حفز طيب تمام مع مبسوس اخلصنا من النقطة هادي والنقطة هادي وكل اشي تمام طب سيسو ايش اللي بدنا نتأكد منه بعد هيك لو سمحت اتأكد انه الموقع تبعك بيجي يعني بيجي عليه الزيارات من جوجل الزيارات من جوجل يفضل يعني يعني بمعنى الزيارات صالحة مش تركزلي على الفيس وخلاص ولا بدك تركزلي على اليوتيوب كمصدر اساسي وخلاص هيك انت بتاخد رفض من جوجل ادسنز او حتى لو انقبلت بتاخد اغلاق في الحساب مش بس تقيد طيب تمام عم بسوس ماشي عم سيسو وسطة الاية هادي كمان يا جماعة بعد هيك بدنا نقدم محتوى قيم يعني حاول لو سمحت ما تنسخش محتوى ناس ثانية حاول لما بدك تيجي السيد العزيز تكتب المحتوى تمام هيعرض مثلا للمقال هاد او للمقال هاد تمام لما بدي ايجي يا جماعة اكتب المحتوى لو انت لاحظت بتلاقيني مهتم في العنوين الفرعية امركز عليها في المقال تبعي تمام بقاجي بأعمل العنوين الفرعية بعمل البول بميز المقال بخليه محتوى قيم محتوى بيقدم فائدة علمية وبما انه محتوى بيقدم فائدة علمية فتأكد تماما انت مستحيل تاخد رفد جوجل ادسنز مستحيل يجي ويقول لك يا سيد العزيز الموقع قيد الانشاء او الموقع يا سيد العزيز تحت الانشاء او فيه سياسات ادسنز طبعا بالنسبة لسياسات ادسنز فالرفد لازم تستخدم الموقع هاد تمام؟ أنا دايما في أغلب شرحاتي باستخدمه هو زي ما أنتو شايفين أصدقائي هذا الموقع بيديك فحص للخطأ اللي اسمه إيش 404 أو 402 أو 403 فبيحاول يحللك المشاكل الموجودة في الارتبطات الداخلية الموجودة في الموقع تبعك طيب تمام مع مبسوس كمان في شغلة تانية ممكن أنت تطلع تعمل موقع ويكون شبيه عنوينه من موقع تاني يعني تكون أنت عامل نسخ لسق بالنسبة للعنوين والشغلات الزي هادي ما فيش أي مشكلة بالنسبة لجوجل أدسنس بس بقولك عامل أو سماحي تضربها لغ من المحتوى المحتوى لازم يكون حصري إليك لازم يكون مختلف تماما لازم يكون بيقدم يعني قيمة علمية إذا كان بالفعل محتوى كويس تمام تأكد تماما أنه أنت حتحصد زرات حقيقية من جوجل فأصدقائي حاولوا تهتموا بالنسبة للنقطة هادي كمان طيب تمام أتمنى هيك أنه تكون الصرة الوسطة أو الأشياء الأساسية وفيه كمان شغلة يا جماعة مهمة حاول تقلل الإعلانات تبعتك حاول إعلانات جوجل أدسنس متحطهاش في كل نقطة يعني لو خمس أكواد إعلانية أو أربع أكواد في الموقع ككل تمام يعني بالنسبة للموقع بيحوي أجل مقال فيه على خلينا أقول لك خمسمية ستمية كلمة على الأقل تمام في حدود خمس أكواد إعلانية بتكفي وزيادة وهيك هيك الشغل الباقي حيكون شغل مين شغل الإعلانات التلقائية اللي إحنا ما نجدعه فيها جوجل هي اللي بتحطهم على مزاقها فعشان هيك مش هتحاسبك عليهم فيه كمان شغلة مهمة يا أصدقائي برضو حابب أنوه إلها أصدقاء قناة Go The Twins حاولوا تهتموا بالنسبة لقصة إعادة التوجيه تمام يعني لو أنا يا جماعة إجيت ونسخت رابط الموقع بالشكل هذا نونات تمام خلينا أطلع منها لو أنت دخلت على سيو تشيك تمام بالشكل هذا بسم الله طبعا زيما أنتوا شايفين أصدقائي تمام خلينا أدخل على سيو تشيك وأضيف رابط الموقع بالصيغة هادي تمام بدي أجيب لأعمله فحص هيك بالصيغة هادي أو بالشكل هات تمام لو أنا إجيت ضغطت على كلمة السيرفر زيما أنتوا شايفين تمام ما للسيرفر عندي إعادة التوجيه كيف وضعه تمام ومعطينا صح فيه طب الهيدر لو الأكواد وشغلات إزاي هادي أو والله يا سيسو تمام مية في المية ما فيش فيها أي مشكلة بالنسبة للصفحات السرعة تبعت الموقع طيب كيف وضحها برضو يا عم سيسو تمام والموقع سريع جدا وممتاز هيك أنا بأضمن قبول جوجل أدسنز وفي نفس الوقت بكون متطمن أنه الموقع تبعي مش يعني بطيء لا الموقع سريع وممتاز كمان في شغلة تانية أصدقائي لو أنا يا جماعة إجيت ودخلت على قسم الإعدادات بالشكل هات انزلي تحت تحت تمام هدول يا سيد العزيز بس الكود هات تمام بدي تركز فيه كويس ممنوع ينضاف بطريقة غلط ممنوع ينضاف بطريقة غلط يا أصدقاء قناة جودة وينز وبالنسبة لتفعيل علامات رؤوس مخصصة زي ما انتوا شايفين أصدقائي هاي وحدة وهاي الثانية يا سيد العزيز بالشكل هات نون ديكس ونوت بي والثالتة يا سيد العزيز له هادي تمام أول ونوت بي تمام في ناس كمان يا جماعة بالنسبة للأدس تيكست كمان تنسهوش وفيه كمان شغلة مهمة يا جماعة لهون ناس بعض الناس بتيجوا بتفعلي الفيد برنار تمام أو العناوين وروابط التضميني بتيجي بتعملها تفعيل بالشكل هاد وهدي الشغلة غلطة جماعة بالنسبة للمقال نفسه بتعمل مشاكل جوا مقالك جوا المدونة تبعتك فأنا ما أنصحك فيها أتمنى أصدقائي إنه هيك تكون الصرة وصلت وأعتزر جدا إن طولت الحلقة والله يعطيكم ألف ألف عافية السلام عليكم اشتركوا في القناة